أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن خالص الشكر والامتنان للكوادر الوطنية على جهودهم المتواصلة وعطائهم المستمر من أجل رفعة ونماء هذا الوطن وإسهامهم في تحقيق أهداف وتطلعات مسئلة التنمية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أشار سموه إلى الاعتزاز بما تؤديه الكوادر الوطنية من أدوار مخلصة في كافة مواقع العمل الحكومي وذلك في رسالة وجه سموه إلى موظفي القطاع الحكومي عبر البريد الإلكتروني حيث أكد سموه أن الحرص الدائم على تعزيز مسيرة التطوير والتميز في الأداء الحكومي ينبع من الإيمان بأنما نصب إليه من المستويات المتميزة والمتقدمة في خدمة المواطن يتطلب روح الإبداع المستمر والعمل المشترك بروح الفريق الواحد فريق البحرين مضيفا سموه أن ما نصب إليه من رفعة وازدهار لوطننا الغالي يتطلب منا جميعا إرادة صلبة وعزيمة تتجدد كل يوم فيما يلي نص الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود في البداية أن أعبر عن خالص الشكر والإمتنان لجهودكم المتواصلة وعطائكم المستمر من أجل رفعة ونماء هذا الوطن نعتز بما تؤدونه من أدوار مخلصة في كافة مواقع العمل الحكومي مسهمين بذلك في تحقيق أهداف وتطلعات مسيرة التنمية الشاملة لحضرة صاحب الجلالاء الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم بذل الله ورعا إن حرصنا الدائم على تعزيز مسيرة التطوير والتميز في الأداء الحكومي ينبع من إيماننا بأن ما نصب إليه من المستويات المتميزة والمتقدمة في خدمة المواطن يتطلب روح الإبداع المستمر والعمل المشترك بروح الفريق الواحد فريق البحرين فما نصب إليه من رفعة وازدهار لوطننا الغالي يتطلب منا جميعا إرادة صلبة وعزيمة تتجدد كل يوم إنني على يقين بأنكم عماد هذا النجاح وأن أفكاركم النيرة من دعاء من التطوير الحقيقي فأنتم كوادر هذا الوطن نباهي بكم وبجهودكم المستمرة يتألق الوطن ولهذا فإن مشاركتكم الفاعلة في كل الميادين هي أساس كل إنجاز نحققه معا ومع انطلاق النسخة السادسة من مسابقة الاتكار الحكومي فكرة واستقبال إبداعاتكم فإنني واثق أنكم ستثبتون مجددا يادتكم في تقديم أفكار خلاقة ترفض مسيرة الوطن المباركة وتتري العمل الحكومي نحن بانتظار إسهاماتكم الملهمة التي ستجعل من الأفكار الإبداعية واقعا يفخر به ويستفيد منه كل مواطن ومقيم حفظكم الله ووفقكم لخدمة هذا الوطن العزيز سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يذكر أن مسابقة الابتكار الحكومي فكرة تهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار لدى موظفي القطاع الحكومي وإتاحة الفرصة أمامهم للتنافس في تقديم مقترحات فاعلة لتطوير الأداء الحكومي ويمكن للموظف الحكومي التقدم بالمقترحات للمشاركة في هذه المسابقة عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة